بعد السماح الدولة لاستراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات من كل أنحاء العالم درنا لكم هذا الفيديو بها نوريكم شعال تستقام السيارة المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات كي تجيبها من ليبيا بعد بحث طويل في مواقع بيع السيارات المستعملة في ليبيا القيناة كي سيراتو سنت 2020 ماشي 70 ألف كيلومتر تأتي بمحرك 1.6 لتر يعمل بالبنزين يولد قوة 130 حصان مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مواصفات السيارة من الداخل تأتي بمكيف أوتوماتيكي ومرايا كهربائية ومثبث السرعة وحتى المقود والكراسي تأتي بخاصية التدفئة من الخارج تأتي بجونوت وأضواء لاد ولمعلوماتكم إخواني الأعزاء هذه السيارة هي النسخة الأمريكية يعني السيارة مطرد قبل زوبسيون السعر التاحة هو 50 ألف دينار ليبي أي ما يعادل 9500 يورو وذركنا نمشي إلى الرسوم الجمركية السيارة اليوم تعمل بالبنزين والمحرك التاحة أقل من 1.8 لتر يعني عندنا تخفي تاع 50% من مجموعة الرسوم الجمركية اللي هي تتراوح ما بين 20 إلى 25% كيا السيارات خلصناها بحوالي 10.000 يورو يعني غادي نخلصوا ما بين 2000 إلى 2500 يورو ما يعادلها بالدنار الجزائري ويتم احتساب قيمة الرسوم من طرف إدارة الجمالك وفق سعر الصرف الدنار الرسمي في البنوك وليس سعر السوق الموازي وبذلك فإن رسوم السيارة قيمتها 10.000 يورو في الخارج ستتراوح ما بين 29 إلى 36 مليون سنتيم إذن سعر كيا السيارات هو 9.500 يورو اللي هي 200 مليون سنتيم زائد 30 مليون تاع الرسوم تعطينا 230 مليون سنتيم هو سعر النهائي للسيارة